إيه رأيك في القصة بتاعت النهاردة؟ بوسي سالي هي سارة خليني أتكلم معاك زي ما متعودة أنا أتكلم من قلبي دايما سارة ضحيت أفكار مجتمع قديمة لا تنطبق على الوقت الحالي من القصة اللي انت حكيتها لي وان هي حاولت تتاقو كل مرة حاولت هي تمشي هو يرجحها عائلتها ترجحها كلام دا كلام احنا كمجتمع شرقي اتعلمنا ان الست لازم هي للضحي طبعا وان الست لازم هي اللي تدي كل حاجة وهي مسؤوليتها الأولى والأخيرة البيت كلام دا صح وعلاني وعلراسي نعم دا كان قديم يعني خلني بسببي؟ أكمل 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 أتجوز علي بسببي؟ أدي يا ستي فرصة الله أبري اتشي فرصة هو عتقولي صح يا ستي أدي لي فرصة أقول كلمتين ماش فايدة خلاص خلاص أتقول ليك لازمة صح أنا سكتة هاسما على عيني وعلى رأسي طول مكان الراجل زي زمان يعني ايه زي زمان زي زمان يعني يعني عارف يعني ايه schöزوجة يعني ايه بيت يعني ايه يحفظ على مراته ولها ممكن اختلف معاك يا عزيaman حتى لو زمان لأ ما نرميش على حد واحد زمان كان الوضع الوضع اللي هو خلنا التفكير المجتمعي إن الست الست الكويسة هي اللي بتضحي اللي تعبانة اللي على طول ما بتنامش غير والدمعة في عينها الزمن تغير الزمن تغير في إيه يا سالي الزمن تغير إن الراجل ما بقاش بيقوم به دوره ولا بيقوم بوجبه ولا بيقوم بمسؤولياته يبقى هي هل ساعاتها صح إن الست تعيش تعيسها طول عمرها نعم هل كيان بيت قائم والحالة النفسية والشخصية بتاعت الأولاد تستقيم لو إن ست البيت على طول مكتابة على طول تعبانة على طول مجدودة على طول منهكة فين البيت نعم نحن وصلنا لمرحلة مع احترامي للتفكير والثقافة الشرقية نحن وصلنا لمرحلة من حالة من التوهان وكل جيل بقى أسوأ من الجيل اللي قبله لأن الناس اللي حواليك يقولولك أنت لازم تضحي أنت يعني إيه ما تضحيش يعني إيه هو وإيه يعني لما الراجل يغلط ما طبيعي الراجل يغلط ما طبيعي الراجل يبقى عنده علاقات ما طبيعي أن الراجل بدام بيصرف على بيت بس هو ده الحال اللي احنا فيه دلوقتي الراجل ما بقاش بيصرف على البيت بيت الست والراجل اللي اتنين بيصرفوا على البيت الراجل زي ما أنت بتقولي في الحالة بتاعتنا الراجل قاعد بالشهرين والثلاثة قاعد في دنيا تانية ولا فارق معا في الزمن اللي احنا فيه بني وبينك بني وبينك خلينا نكون وقعين برضو الارهاق المادي اللي كلنا بقينا فيه يا ساري يتطلب ان احنا نساعد بعض عشان نقدر نعيش حياة طبعية يعني زمن كالستة تقول عايزة دخلهم مدرس كذا هو مرزم دلوقتي يقول لها هتتفاعل معي بالنص ليه بقى حكتين الغلطة من الترفين الغلطة الاولانية ان التطلعات بقت اكبر بكتير قوي من قدرات لان العلم بيتطور ايوه ومحتاجين اتعلم بس فيه منطق يعني بصي مثلا منطق يقول ايه انا ممكن اعلم ولادي تعليم كويس اوي لكن عشان اتمنظر على سالي انا بدخلهم ادرسها بشارف بكين اللي ايه اللي كان في السنة طب ما انت بترهيقي نفسك وبترهيقي ولادك وبترهيقي جوزك وارز فن فين فين السعادة ما فيش فيت بقى تفكير اللي انا بحترمه لا لكل حاجة لها وقتها يعني وكل حاجة لها مكان لا اوديهم مدرسة بالقدر ده عشان يبقى عندي فائد فلوس اعرف لبسهم اعرف اسمسحهم وميروحش الولد كمان يجي لك تقاب من الحاجات اللي بيشوفها هناك ده حرام ومش بس كده يعني انا هقولك حاجة بلحظها كثير قوي لما بدرس ولادي في الجامعة الاقي بنات وولاد زي الفل بس القدرات اهليهم المادية مش على مستوى زميلهم يفضل هذا بموته اهليهم طبعا هذا الشاب وهذه الفتاة الجميلة على طول مكسورين على طول حسين عربيات عاملة ازاي عسين انهم عقل ليه عامل في ايالي كده صحيح وبعدين بني وبينك بقى وخلينا نبقى واضحين ولكل بليز البني ادم الناجح ناجح البني ادم اللي عايز يوصل بيوصل مش لازم ابدا يبقى تعليمي من احسن جامعة واحسن مدرسة عشان اوصل اه طب كلنا كنا تعليم جامعات عادي مش هارفرد يعني بس عايزين ننجح اه طب فهي مش بس بالتعليم لا بالرغبة وبناء الشخصية لكن لما دخل شخصية مهزومة لان دايما الحواليها حسن منها لان دايما الحواليها بيقللوا من شأنها يبقى انا كسبت بني ادم يخدم مجتمعه ولا بني ادم مكسور ومش نافع حتى لنفسه انت شايف ان القصة النهاردة عشان هي ما بتشتغلش او مش قادرة تصرف معاها لو هيك بتصرف او قادرة ان هي تشتغل او لها دخل او بتنزل او او كتتتحل شوية المشكلة ولا مشكلة كبيرة او لدرجة ديما الرجل ده محتاجين نحلله واحدة واحدة الاول اه يعني انت قليلي كده نمرة واحد هذا الرجل لأ هو عنده مشكلة او لان هو متدلق متدلع ايزاي ما بيغلاطش ده هو بيغلاط يا ري هاي ده يعمل كله مصيبة ومصيبة ما هو متدلع يعني ايه يعني عايز يعمل كله مصيبة مصيبة واهله كلهم بيطبطبوا عليه وانتي استحمل ايه احنا نشيله وانتي تشليه انت عارف يعني ايه حمده يا عيط؟ محمده عيط انت شليه انتي والعيلة قطعت يعني شراينها لان الولد يا حبيبي بيعيط لازم تستحملي ابننا عيط انتي بتراجي ولا ايه؟ معملي جوز ايه يعني ما يتجوز يعني؟ معلاش هنعمل ايه ملواد في غربة برضو ما هو انت تسمعي كلام الاهل تستغربي جدا وبعدين انتي مش بنتكو احنا بنتكلم مش هي بقربتك مش هي احنا بنتك المتين النهاردة وعايز اسألك عليهم بجد بما انك بتحللي سلوك مجتمع اتفضل هل فعلا محدش فينا من الاهالي او من الاهالينا بيقتنع ان احنا وحشين لما حد يجي يقوله يعني لو انا اشتكت مثلا لحماتي عمرها هتخدني العد عقلي مش تقتنع ان الجوزي في حاجة لو هو اشتكل لمامتي لمامي هتقول له اه فعلا عندك حق لا هي على حسب. ده طبيعي في مجتمعنا يعني ده حقيقة وانا لازم اصدقها مم بيقولولي ان هو فعلا غلطان مثلا ساعات. هل ده حقيقة ولا ما بتحكوا علي. لان انا النهاردة سمعت الكلام حتى اتحك. انتم بتكرموا جد انا اتغفلت زي ما بيحصل في القسم. عارف يصاره خالتني اعمل ايه. فانت يقولي الحقيقة ارجوك يا ريه. هو قال لك الارد ايه. الارد فان امه غزال. يعني انا لقيت مامتي بتقولي مامي بتقول نارد احنا عادين والله العظيم بتقولك ايه. انا اقبل انه انا اقول لها ان هي غلط. لكن حد تاني يقول على بنتي غلط ابدا. ليه غلط اصعبها غلط عادي. معلش بني وبني كانت ديك كلمتين بس ما حدش يقول لبنتي. وحتى لو هي سايرة حد في الكلام مش بمقتنع. لانه هما بياخدوها على نفسهم. يبقى هي اللي ما ربيتش يبقى الغلط فيها فهي بتشوف الغلط في الاتنين. يعني عشان كده هي شافت ان تدخل الزيادة بوز البيت وما كانتش لازم تشتكي. اه طبعا. هي خافت تشتكي. هي مش مش لازم تشتكي. هي خافت تشتكي. ما هو انت لما الناس كلها تقولك انت غلطانة انت ما استحملتيش. انت غلطانة انت ما عملتيش. انت ما هو انت لو كنت مواخدة بالك منه ما كانش عام. حتى موامتها خلي بالك بس هي عيني كان بتقول موامتها كانت نظرتها كلها اهرة وحصرة. وفيه كلمة هي قلتها وانت قلتها ان هو انت حتطلق اي تاني. ده بله عايزة لك عام. لا إله إلا الله. ما تحليلك المجتمع لحد النهاردة بيشوف المطلقة عاملة ازاي. من غير ما. بسي مش عايزة تجميل. بس ذلك في اول حلقة انا طلعت معاك. اه انا فكر. الطلاق عمره مكان فشل. تانكيو. لما بنوصل لمرحلة الطلاق معناها ان العيشة اصبحت مستحيلة. بس الناس هتقول عليك ان انت متتعشريش. انت متتعشريش يا ريهان. ما هو اكيد طلعك عشان كده. والله يا حبيبتي لو انا متعشرتش مع فلان انا ممكن اتعاشر مع اللين برضو يا الله. الله. فيه مثل بيقولك ان اللي انت شايفاه خردة تاني يشوفه كنز. دي كل فولة وليها كيال. اوه كل فولة وليها كيال. طب انا عايز اسألك الحاجة النهاردة انت حاسة ان صاري عايزة تطلق. هل هي سيويس او جدية؟ هي عايزة تطلق وخايفة من المجتمع واللي حواليها. وخايفة ان هي ما تعرفش تشيل مسؤولية نفسها. طب لينا حاسة؟ رغم ان يا صاري انت شلتي مسؤولية البيت. في عدم وجود راجل وفي مرض بنتك. اللي يقدر يعمل كده يقدر يعيش الوحد. بس كده احنا بدح عرضية على انها تطلق. معلش ما هو ايدي عيشة؟ بجان؟ يا الله. واحدة راح تحاول تطلق 3 ا4 مرات. 3 ا4 مرات بقضايا. سيبك انت. سيبك. هنفترض ان سرى انت شر في نفسك. تفتكري الراجل لما انت تبقي عايزة تطلق. ثلاثة ا4 مرات هيعيش معاك وهو حدو ثقة فيك. يعني ده ش ممكن. يعني كل نكسة عندها في البيت تقومي بعدها تطلق الطلاق. بالزبط. يعني قده ويدود تقومي تطلق الطلاق. يعني حتة المواده والرحمة ما بين الاتنين انعدبت ومن زمانة على تكرة. لو خدت عليه ضمانات ما فيش ضمانات. فيه بالنبي بالنبي بجد بقى يسألي. يعني بزميتك يا شيخ. وحيات اغلى حاجة عندك يا شيخ. وليلي حلمتيني بتغير. فيه اتنين يبقوا متجوزين. وابدتهم مقفولة ام اخد عليك ضمانة وانت يتقد علي ضمانة. وفتح لها دماغة فيها. انا شو هقول يا جماعة. انا عادي الراجل ايه اللي بيضايقه او ممكن يخليه يمشي كويس. او بالبلد ايزا ما بيقولوا الفلوس بتقهره. لو انا كتب لي البيت وكتب لي مش عارف ايه هتمشي كده بسيوني. يعني هو مش هيبقى ليه علاقات برا. تفتكري؟ تفتكري؟ اتصمني؟ بس هتبقى على الاقل اللي عرفت تدني. اهو يعني عاقبتك شوان. يا ماما ده جوزك لا اله الا الله جوزك يعني جوزك يعني. ما وقفش جمبي. يعني يبقى ما ينفعش الجواز. الله هو ما بني على باطن يا سالي. طيب ما هو ابو العيال. وانا مش عايزة العيال تعيش من غير ابوها بارده. يعني ولما العيال تطلع في بيئة. اللي اتنين بيعملوا كده في بعض وبياخدوا عليهم ضمانات. وكل واحدة هتعمل كده للتاني. هي دي اللي هتشجعي الطفلة او الطفلة ان في يوم اليوم يبقى عندها بيت مستقر. طيب ما هلناس اتدخلت برده يا ريلي. وقالت لهم خلاص يا جماعة هنرجعوا. مش عارف ايه. يا سالي يا حبيبت الاجيال بتبوص بز السبب ده. لان خلاص البيت ما بقاش بيت. الحب ما بقاش حب. المواده ما بقتش مواده. يا سالي احنا وصلنا البرحة. ويقول المجتمع بيوقع من ايه. ما هو لما بيطلع جيل بيشوف ان امه وابوه. والفوقيه والفوقيه. دي عشتهم ودي حياتهم. وده احترامهم لبعض وياخدوا ضمانات على بعض. وابوه وامه وياخدوا ضمانات على بعض. عشان يعودوا في نفس البيت تحت نفس السقف. هيطلع ده شكل مهي. بس انا عايز اسألك على حاجة. انه دايما بيقولك برضو. وده هتطرق لي برضو لفتحة الانترنت وكده. انه بيقولك اول سنة جواز بتبقى صعبة جدا. وثالث سنة تريبا. وسبع سنة. وسبع سنة. هي ما حسيتش بقى في الاول. اللي بتبقى بشع سنة دي. اول سنة دي بتبقى رهي. يعني اول سنة دي بيبقوا خلاص ويتطلقوا. بس بيخلفوا عيال. عرفت لايه. الستة حامل فيقولك هنعد. اه. يعني ده اللي شفته من الاغلبية. فاول سنة دي نتعدي بتعدي بعيل. لو احنا جينا بقى قلنا عند التالتة. هو ليه في التالتة هي اتفاجئة بأخلاقه. يعني ماهو كان ماشي سنة اثنين ثلاثة. خلفت ولد ومنته. وكانوا الازاز والعيشة اللذيذة. ايه اللي حصل؟ بصي. الانترنت هو اللي عمل كده؟ بسمتك. ما كانش يشوف سنتات في الشارع. شافهم على الانترنت. اه يعني هما اللي اتنين يعاني. هو حبيبي ما شافش حاجة. ما تفرجش على التلفزيون. طب بلاش انترنت. ما يتفرج على التلفزيون. لا يا سالي هي مش كده. هي اللي اتنين وصلوا لمرحلة. انه هما اولا مواضح ان هي جوازة اتفردت. واتفردت على التلفزيون. لا ده من خليتها. بتحبه من زماية؟ لا والله. اكيد هيطلع بيخلف طرمان تارية تارية ما بيخلفش. اقول ايه طيب. هو لو حد عليك ولا سيبك انت ترونتي. انا سيبك انت اللي ترونتي بسراحة. مفروضة وش. طب اقولك ايه لو حد اطلق من حد عشان ما بيخلفش. دي ندالة؟ لا. لا. بص يا سالي مفيش حاجة اسمها ندالة. لما انا بقى انا عارفة انا احتياجي ايه. وابقى عارفة ان العيش اللي انا عايشها. مش هتديني احتياجاتي. هفضل نقمة على البني ادم اللي معي. ونقمة على عيشتي. طب لو انا قلت له انا هكمل. وثلاثة عائلة مقدرتش اكمل. دي ندالة؟ لا. لا مش ندالة. مش ندالة. يعني لو احنا بنتكلم على الست اللي هي بتبقى مهتمة بمستقبلها المهني. ولما تبقى شايفة ان الجواز في الاول ده موقف لها مستقبلها المهني. فاتقرر ان انا ما تجوزش او ما تكملش في الجوازة دي. على مستقبل مهني. واتحك علي وقولوا ان انا هسيب الشغل وانا مش هسيب. مجايب بالزبط. لو بنتكلم في حتة زي دي. يبقى مجايب طفل. والنشعور بالامومة. انهون اكبر. الشغل. انتي من انتي؟ من انتي نهارتي؟ ليه كده؟ انتي بعد الجواز اخلاك الضائرة. قولي القمومة. لا ما هو كل واحد. لان ده شعور داخلي ده انتي مش بايدك. حتة القمومة دي غريزة. انتي الغرائز صعب التحكم فيها. طب الراجل بيبقى زي وزي ستة في السلوك ده يعني في الغريزة دي. انه. ولا هو بيبقى عشان المجتمع ولازم نفرح بخلفتك وعوضك. لا فيه بصي بصي. هو طبعا مختلفة من ستة للراجل طبعا ده اكيد. ولكن في رجلة لها عندهم الغريزة دي مش غريزة القبوبة. ما فيش حاجة اسمها غريزة القبوبة. ولكن رغبة في رجلة بيبقى عندهم الرغبة في ان هما يبقى عندهم مولاد بتبقى أقوى ساعات من الستة. بقى؟ جدا لا انه ما عرفش هما بيبقى عادة بتيجي من الراجل اللي هو بيبقى وحيد. فوجود ابن ليب عايزة عنده عايزة وعايزة عنده عائلة. الأحني يعني. فعادة بتيجي في الحتة دي اه. هل وانا مش مرتاحة بخلف طفلة تالت؟ الله هدي الا انا ما فهمتها. ما هي جات غلطة يا ريهام. جات غلطة يا ريهام. جات فجأة. انا عايزة اعيب على الستات والرجالة في نقطة معايقنا. ايه بقى؟ لما احنا نوصل لدرجة ان احنا نكرر ما بيننا وما بين نفسنا. ان احنا ما نقدرش على العلاقة دي. ومش قادرين نستمر في العلاقة دي. يبقى نقف مع نفسنا الاول. وقفة كده جد. عارفة لو خلفته حكوا تتغير. ما هو. ده اللي انا عايزة اقول. ده الرد. اقف مع نفسك وقفة جد. وبعدين ما نبقاش. بقى مسكة مسدس. وعملاه كده في وشك. وتيجي تطلق تطلع فتموت يوعد انا عيط. لا مفيش حاجة اسمها كده. في حاجة اسمها يوم ما اقول ان انا عايزة اطلق. يبقى لا يرجع فيها. مش تعلقني تعلقني. ولما يجي يقول لها انت طلق تقعدت عايزة اطلقني. لا بس الفكرة لو اهو بقى تحليل سلوك. بس المعنى اللي كل واحد بتلكك. تقولينه طلعني هيقولك يلا بالسلامة. ايه ديرت تقولها؟ طباتي لطلبتيها. ريحتي. بس صراح انا مش حاسها جد في طلب الطلاق. لا هي واضح ان هي اللي بترجع في العلم نفس بتاع الوقت بتاع الطلاق ده. في حاجة اسمها او اللي هو بنسميه الطلاق العقلي والطلاق العاطفي. يعني ايه ده؟ ايه الطلاق العقلي والعاطفي دي؟ ان انت بتبعيش مع واحد. لكن انت من جواك فعلا حصل انفصال ما بينكم وبين هذا الشخص. فوصلتي لمرحلة انك فعلا من جواك شعوريا وعقل الباطل وعقل الحاد الواعي. اللي اتنين انت انفصلتي. فده بنسميه المنتل ديفورس. لما بيحصل ده. ممكن ابيعيش معاه وحاسك كده؟ بالضبط. فلما بيحصل ده انت ما بترجعيش في كلامك. لما بتجي تقولي خلاص انا هتطلق. وفعلا بيحصل الانفصال ده. لما العالم كله بيتكتل عليك علشان يقنعوك بغير ذلك. ممكن اكلامك بقى يعني ده كلام علمي. اكلامك بالبلد يبقى بلغة الشرع بلك. اتفضل لحضرتك. وانتي معاه اتعودي على عدم وجوده. عشان لما تيجي تمشي فجأة ما تتوجعيش. دي مش ندالة؟ برضه سانك تاني نفسه سواء. يعني انا بتعود على بعدك وانا معاك. عشان انا بعد كده ما تتوجعيش. لا دي مش ندالة دي خيب. والله. عشان انا اسفل يعني. ليه؟ لان انا بمنع نفسي من ابسط حقوق السعادة. ان انا عايشة. حياة مستقرة مع الراجل بحبه. يعني انا عشان خايفة انك تسيبني في يوم من الايام. لا انا اصلي. لو انا وقد قرار الطلاق. اه. انا انفذ بقى ان انا ايه. لكن لا واحد تاني يتعمل كده ده مرض. لو انا خدت قرار الطلاق. يبقى انفذ موضوع الطلاق. فالطلاق دي مش كلمة نقعد نلعبها كده البعض. عشان نشوف غلوتي عنده. وهو يشوف غلوتي عندي والكلام الفارغ. سوف انا حاسة ايه في قصة سارة انه مفاهيم في المجتمع اللي هي عايشة فيه. او في الحتة اللي هي فيها. انه لازم نكبر الكبار ونسمع كلامهم. ونيجي على نفسنا. وده كبير القعدة. وده كبير البلد. فانا بيجي على نفسي. مانسبوك. هي خايفة نتطلع ندلة. وشكده انا بسألك انه ندلة. يعني ده جدع في بلدنا. انه يقول لها برافو انك استحملت. لا في مجتمعات صح. في مجتمع. ما هي ده اللي انا بقول. انجدع ليجي على نفسه ويموت مقهور. ده اللي بتدي تكلمك فيه في الاول خلاص. اللي هي الافكار الثقافية اللي موجودة عندنا. اللي بتخلي البني ادم طول عمره عايش تعيس. وده مش صح. لان النتيجة بتاعته ان بقي كل جيل اسوأ من الجيل اللي قابله. وكل جيل علاقته بالاسرة بقت اضعف من الجيل اللي قابله. وكل جيل احترامه لزوجته او لزوجه بقت اقل. وده معناه ان فيه غلطة من الاول بتحصل. احنا ما بنعالجهاش. يا ده ممكن تكون غلطة من الاول ان الاختين هما مش كلاوس او قريبين او من بعض. ان هي تعرف تخلي ابنها يمشي عيدل مع بنتي. محدش بيمشي حد عيدل في الزمن اللي احنا فيه ده. احنا يعني مفيش حد بيمشي. حد مش عايز يمشي. قصدي انا منظري وحش لان ابني مش قد الالتزام بالجواز فانا هبقى ست مكسوفة. احنا متفقين ان كلهم بيدلع ده الولد عيت يا ماما. ده احنا بندلع مش قلتلك ده بني قدم متدلع لايك تعمل اي مسئولية. انا قصدي انه خلل في التربية في الاسرة من الاول. طبعا ده من الاول. وكفين ان انت قلت كلمة ان هي كانت مجبورة على الجوازة. ان هي تنزل ويبقى عندها بنتها عندها كانسل وتنزل لحدها دي اهرة. ده لما يبقى كبير مع احترامي بقى للجميع. لما يبقى الكبير عيلة هو اللي يقول لها ارجعي. ومش قادر يشوف غلطة هذا الرجل ان ما ينزلش البنت اللي عندها سرطان. فعيب. ده لان انا بقولها لبقى الكبير العيلة. عيب اقول لها تستني وفي نفس الوقت شايف ابني ما بيقومش بواجباته. عيب. عيب على كبير عيلة ان يشوف المنظر ده. ويحكم لطرف على حساب طرف تاني. غلطة. كلامك واضح وصريح. ومش محتاجة اقول لك وقلها روشدة. يبقى الكبير عايز له كبير. نوارتين يا رينا. شكرا.